حملة حكومية يقودها رئيس الوزراء الحالي مصطفى القاظمي لملاحقة الفاسدين حسب ما تقول المصادر الحكومية حملة يراها المتابعون للشأن العراقي مجرد محاولة لتلميع صورة القاظمي بعد إخفاقاته الكبيرة في مختلف المجالات حملة القاظمي اقتصرت على بعض المدراء وكبار الموظفين فيما بدى تضحية بهم من أجل رسم صورة جديدة للقاظمي وحكومته كمحارب للفساد أو ربما تتم بعد ذلك صفقات فساد جديدة لإخراجهم من تلك القضايا كما حدث من قبل مع غيرهم بينما لم تشمل الحملة حيتان الفساد الكبيرة ورؤساء الأحزاب وزعماء الميليشيات على الرغم من اقتصاد هيئة النزاهة بملفات فسادهم وهم الذين نهبوا أموال العراقيين وكدسوا بها حساباتهم المصرفية في الخارج أعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية يؤكدون أن القاظمي لو صدق في حملته ضد الفساد فسيواجه صعوبات كبيرة جدا في التحقيق مع الفاسدين لأن هناك وسطاء متنفذون سيتدخلون لصالحهم ما يزيد من صعوبة الأمر لسيما أن مفيا الفساد المالي والسياسي في العراق هي نفسها من مررت قدوم القاظمي إلى منصبه وبحسب مراقبين فإن ملفات الفساد الكبيرة لم ولن تفتح ولا يجرؤ أحد على فتحها في ظل العملية السياسية الحالية التي أسسها الاحتلال الأمريكي على مبدأ المحاصصة والتي تسيطر عليها مافيات الفساد من هنا فإن القاظم كما يبدو لا يسعى إلى مواجهة حقيقية ضد الفساد والفاسدين وإنما فقط تحسين صورته أمام الشارع العراقي وهو الأمر الذي من المرجح أن يفشل فيه لأن العراقيين باتوا على يقين من أن القاظمي وحكومته نتاج تفاهمات بين الفاسدين الذين يتحكمون في المشهد العراقي ومن ثم فمن غير المنطقي أن يحارب الرجل من يملكون بقاءه أو رحيله عن منصبه اشتركوا في القناة